أحفر بن محمد الصادق وندعو من الله بهذا اليوم يوم الجمعة وهو يوم المولى صاحب الزمان صلوات الله عليه أن يمنى على العراق بالأمن والأمان والسلامة وعلى زوار الإمامين بالحفظ وارجوع إلى أهلهم سالمين غانمين قد استوجبوا غفران الذنوب وستر العيوب هذا يوم الجمعة وهو يوم المولى صاحب العصر والزمان سيد أنا فيه ضيفك وجارك وأنت مأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني يا صاحب الزمان حوائج سيدي مرضى سيدي نلجأ إليك في هذه اللحظات ونندبك في هذا اليوم يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أولياءك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا محلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجاتها هذه الدنيا الدنيا وزخر فيها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكرى العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته من آواء وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض 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 اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت واجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما واجعلت واجعلت من أخي ردعه ووزيره وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأن يبته بروح القدس وكل شرعت له شريع ونهجت له منها واجا وتخيرت له أوصيات مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا رسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا لما نادي فنتبع آياتك من قبلي أن نذل ونخزع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من خلقته وصفوتا من اصطفيتا وأفضلا من اجتبيتا وأكرم من عتمبتا قدمته على أنبيائك وبعدته إلى الثقلين من عبادك وأوضيته مشارقك ومغاربك وسخرت له البرايا وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففت وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته وانتظر دينه وعلى الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أليه وجعلت لولا ولبيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذب عنكم الرجال البيت ويطح رقم تطهيرا ثم اجعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودة الله في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة تطهيرا في القرب وقلت وقلت ما زالتكم من أجر فهو لكم وقلت ما زالتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا فكانوا أمو السبيل إليك ولمس لك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه ولي ابن بي طالب صلواتك علي ما وآله ما هاد إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمام من كنت مولا فعلي مولا بأعلى الأصوات من كنت مولا فعلي اللهم والموالا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبي فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحل محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج 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 ابنته سيدة نساء العالمين وأحل وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا باب ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتي من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارث لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك 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 لا منابر من نور مبيضة وجوم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد وكان بعده دم من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآل إماما ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وترى في صنادي دال عرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقاد بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكذين والقاصطين والمارقين ولما قضى نعبو وقدلوا أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتذ الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الوادين بعد الوادين والأمة مصرة على مقدم مجتمعت على قطيعة رحمة وإقصاء ولدي إلا القليل ممن وفا آيال رعاية الحق فيهم فاقتل يا من قتل يا صاحب الزمان سيدي أنا يوم الجمع يا حجة الله فاقتل يا 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 من قتل وسب يا من سبي وأقصي يا من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حزن المذوب إذ كانت الأرض لله يا 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 رب يرث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى طيب من آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآل ما فليبكي الباكو فليبكي الباكو ويوم فليندبوا النادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصايا رخوم ويضج الض يجبون ويعج العجبون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين يا الحسن أين ابناء الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين يا يا بقية الله أين بقية الله التي لا تخلو من العدرة الهدية أين المعد لقطع دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجا لإزالة الجور والعدوان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود أين محيم عالم الدين واله أين قاصم شوكة المعتدي أين هادم أبنية الشرك والنفا يغاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والإفدراء أين مبيد العتاة والمرداء أين مستاصل أهل العناد والتضليل والإلحوت أين معز الأولياء ومذل الأعدام أين جامع الكلمة على التقوى أين أين باب الله الذي من يؤتى أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح ونا شر راية الوداء أين مؤلف جمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحوظ أولي الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتض بكربلا أين الطالب بدم المقتض بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دقى أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين بن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يبنى السادة المقربين يبنى النجباء الأكرمين يبنى الهدى المهديين يبنى الخير المهذبين يبنى الغطارفة الأنجبين يبنى العطائب المطهرين يبنى الخضارمة المنتجبين يبنى القمام وقمة الأكرمين يبنى البدور المنير يبنى السرج المضيء يبنى الشهوب الثاقبة يبنى الأنجم الزاهرة يبنى السبول الواضحة يبنى الأعلام اللوائحة يبنى العلوم الكاملة يبنى السنن المشهور يبنى المعالم المذور يبنى المعجزات الموجودة يبنى الدلائل المشهود يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يبنى الآيات والبيناي آيات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى طه والبحكمات يبنى ياسين والذاريات يبنى الطور والعاديات يبنى ممدن ما فتدل فكان قاب قوسين يا وادنا دنوا واقتراب من العلي الأعلى ليتشعري أين استقرات بك النوى يا صاحب الزمان ليتشعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أوثر يا أبي رضوا يا أو غيرها أمذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق عزيز علي أن أرى الخلق ولا يا ترى ولا أسمع لك حسيس ولا نجو عزيز علي أم تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منها بنفسي أنت من نازح ما نزح عنها بنفسي أنت أمنية شائقية من من مؤمنين ومؤمنة ذكر ثحم بنفسي أنت من عقيد عز لا يسام بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجار بنفسي أنت من امتلاد نعم لا تضاء بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولا يا مولا يا 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 وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة عزيز علي نجاب دونك وأنا عزيز علي نبكي ويخذ لك الورا عزيز علي أن يجري عليك دون ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلق هل قذيت عين فساعدت عيني على القذى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى يا هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظ يا 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 متى يا متى متى نرد من إليك الروية فنر متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر فنقر عين متى ترانا يا الله متى ترانا يا ونراوحك وقد نشرت لوان أصري ترى أترانا نحف بك وأمتت أم الملأ وأمتت أم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله ربي العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياعث المستغيث إن عبيدك يا المبتلى وأرهي وأرهي سيدا يا شديد القوى وأزل عنه به الأزى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والممتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحيتان وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما وأجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بمت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من أبائه البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليته على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصلي عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقيم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعمنا ممن يأخذوا بحجتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأديتي حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومنون علينا برضا وأبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعتا من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة واذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لاظما بعده يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد لا بأس بالثانية الثالث على محبة صاحب الزمان بأعلى الأصوات من بيت صاحب الزمان وفي يوم الجمعة نندب مولانا صلوات الله عليه ندب لصاحب الزمان لحوائجنا للمرضى للعراق للأمن والأمان لسلامة الزوار والخدام نقل له سيدي وين انت وين انت وبحالك فلا واحد نرد لبيوتنا والنا نرد لبيوتنا والنا وين انت وين انت الوحدة قاعد يا حجة الله كتبنش قد رسائل عن الأفراق ما شاعر من عشقنا محملة الاصطور اذا مو نور وجهك يضوي بالكون بعد المن يغايب نعشق النور شم غايبك عن ما اذهبك حتى الصبر مات مات ماذا الصبر يا صاحب الزمان شم غايبك عن ما اذهبك حتى الصبر مات لما بقات وتحققات كل العلامات وينك يا رجان هجرك يا التمان اقرأ كلكم وياي طالي لي غياب يا مهدي طالي لي غياب اذا تريد تناجي الامام ويسمع صوتك يلا وياي اقراها طالي لي غياب يا مهدي طالي لي غياب احشوا يا امامك طالي لي غياب يا مهدي كبرنا كبرنا وخاف ما نصادف يا اك سيدي يا صاحب الزمان سيدي يا صاحب الزمان خاف ما نشوفك خاف نموت وما شايف دقائل عين يا صاحب الزمان امامك هيا يبيات الى الموفق وليد العقيل كبرنا وخاف ما نصادف يا أماك ساعة وغربت بين التوابيت التوابيت يا مولاي كبرنا مولاي كبرنا مولاي الشيبي يا صاحب الزمن كبرنا وغاف ما نصادف يا الله ساعة وغربت بين التوابيت ظهورك يجي الأول ويجي الموت مولاي كون نشوفك قبل لا نموت يا صاحب الزمن ظهورك يجي الأول ويجي الموت منثني ينهن من غير توقيت خاف العجل قبل الأمال ياخذنا ويروح ويجي الموت وسط المحن يبني الحسن ننتظرك جروح بدروب الأماني يلغاي ابن تاني يلا وياي طالي لغي يا أبي يا مهدي طالي لغ سمع إمامك طالي لغ يا أبي يا مهدي رهمنا رهمنا على الحزن يا المهدي بجفاك مولاي نبجو إياك حتى بأعيادنا حتى بأفراحنا مولاي مولاي ندري بيك أنت ما تسكت مولاي من البكاء يا حجة الله لأنك القائل في زيارة الناحية لأن دولنا يا صباحا ومزا رهمنا على الحزن يا المهدي بجفاك صار الفرح ما يرهم على الحال ننطر شوفتك ما ننطر العيد العايش بالسجن شي فيد الإهلال مولاي شنسو بالعيد إذا ما نشوفك يا مولاي مولاي عيدنا إذا تظهر يا صاعب الزمام شوقي وهجور وبلا فجور ليلي ليطرون أحبابك مولاي بجون عليك يا صاعب الزمام غربا وقهار طبعي السهار يا كيل بلي عيوم وحق حبك يا غالي قصة بيني اللي 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 يلا وياي طالي لغياب يا مهدي طالي ما شاء الله طالي لغياب يا مهدي طالي لغياب الامتاني لعزيزي يوقف على الباب يقولي شوقت يرجع هذا العزيز ويلا يا 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 من طبع المعب يوقف على الباب وذا طول حبيب وقرب مشتاك الموفق وليد العقيني وحنا سنين 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 صار انتان مولاي عليك بدم عزيزك بدم الحسين عليك بدم عزيزك كاف الفراق مجرى الدمع ما ينقطع يلمهدي بجفاك راح العمر ما ضل صبر من حقنا ننخواك تعالي الحق علينا يا ربان السفين طالي لغياب يا مهدي طالي اخر جواب طالي لغياب ينقل ينقل عن احد مراجع الدين عن العلماء في حوزة النجف الاشرف ينقل هذه الرواية انقلها لكم بمضمونها وليس بنصها عن امامكم صاحب الزمان شوف الامام وين حزن على سيد الشهداء وين وين واخذ الامام يقول في يوم شهادة الامام العسكري وكان عمره خمس سنوات وجالسا بأبي وأمي صحب الزمان ان شاء الله جالس ويانا مولاي وتباو عننا مولاي تنظرنا ان شاء الله يقول كان جالسا بأبي وأمي وقد وضع رأس ابيه في حجره ودموعه جاري واذا بالمنادي ينادي على الباب لقد قتله لقد استشهد الحسام يقول نادى المنادي على الامام العسكري شوف الامام رأس ابو وين بحجرة يقول فالتفت الى جهة كربلا وقال يا جداه يا حسين يا جداه يا حسين ابي يغسل ويكفن ويكفن ابي يوارى ويقام له العزاء لكن من الذي غسلك يا ذا عبد الله من الذي وارى ضواك عادة الميت عادة الميت يحضرها نهلا وعلى رد الصات كلام ارولا هذا جايب ماي ذاكي ذاكي يغسل وهذا جايب شفن ذاكي يفصل او ذاكي يحفر قفر ذاكي ينزل هاي عادة الماجره الماجره ما صارت وي الحسين بأبي وأمي أبيات الدعاء من الذي حضر عند الحسين يقول ما حضر عنده إلا زينب تلك الأنفاس تقول وتقربت لي أنا سمعتين وتقربت لي أولقيت الولي أيامة والسديد أولقيت ألف وتسعمية جرع بي اشتركوا في القناة